عزلة دولية غير مسبوقة تواجهها حكومة الاحتلال الإسرائيلي فمن مذكرات الجنائية الدولية باعتقال كبار قادة إسرائيل إلى قرارات العدل الدولية بأمر الاحتلال على إيقاف هجومه العسكري على مدينة رفح وما بينهما دول تعترف بحق فلسطين وتساند قضيتها وحراك شعبي متصاعد يجاهر بمعادات صهيونية في عواصم ظلت لعقود من الزمن تحرم ممس الذات الإسرائيلية بذريعة معادات السامية تتآكل صورة إسرائيل في العالم بشكل يضاهي سرعة طفان الأقصى كهشيم تذروه رياح غضب شعبي ودولي غربية لا شرقية وقد تراء لقادته أن الغرب بأكمله شعوبا وحكومات يمثل له الملاذة الآمنة فوجدوا أنفسهم معزولين منبوذين أمام العالم أجمع من شرقه إلى أقاصي غربه كان الحراك القانوني لدولة جنوب أفريقيا القشة التي قسمت ظهر إسرائيل في المحاكم الدولية فأبانتها على حقيقتها الإجرامية وأظهرت للعالم ازدواجية معاييرها رفقة الإدارة الأمريكية التي هاجمت قرارات الجنائية والعدل الدوليتين في تحدي للعالم ومؤسساته المفترضة يبدو الاحتلال اليوم مجردا من كل شيء لا غطاء قانونيا له ولا ساتر أخلاقيا استنعه الغرب الموالي له فحطمته الشعوب المنتفضة في قلب عواصم المدن الأمريكية والأوروبية ولأن قرار محكمة العدل إلزامي كما يصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تبقى الكرة في ملعب مجلس الأمن الدولي لاختبار أخير لجدوى المؤسسات الدولية وقدرتها على الانتصار لنظامها المفترض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا